تحياتي لجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد هذا الفيديو سوف يكون شرحي للعدسات الجزء الرابع سبق وتحدث عن نواع العدسات، مبنى العدسات، تقسيم العدسات في عدة فيديوهات سابقة سوف أضع الرابط في الأسفل في هذا الفيديو سوف أتحدث عن بعض النقاط المهمة في العدسات النقطة الأولى هو تعبير سبق واستخدمته في مراجعتي للعدسات هو أن هذه العدسة سريعة فماذا أعني أن هذه العدسة سريعة؟ هل مقصود أن العدسة تصور بشكل سريع؟ أو أن أداء العدسة سريع بالمقارنة مع عدسات أخرى؟ فالإجابة هي السرعة تعتمد على فتحة العدسة فكلما كانت فتحة العدسة أكبر عملياً كمية الضوء التي سوف تدخل إلى العدسة سوف تكون أكبر فلذا تستطيع أن تصور بسرعة غالق أسرع وبسبب أنك تستطيع أن تصور بسرعة غالق أعلى أو أسرع فعملياً نقول أن هذه العدسة سريعة ولتوضيح هذه الفكرة سوف أريكم بعض الصور وقمت بتصوير هذه الصور بفتحات عدسة مختلفة وسوف أبدأ من فتحة عدسة ضيقة إلى فتحة عدسة كبيرة أي من F7 إلى F1.8 وشاهدوا كيف أن سرعة الغالق تزداد كلما زدت فتحة العدسة أيضاً للتوضيح في هذه الصور استعملت وضع A في النيكون أو AV في الكنون أي المقصود أنني سوف أتحكم بفتحة العدسة والكاميرا سوف تتحكم بسرعة الغالق فعملياً بشكل سريع تلاحظوا في هذه المنطقة هنا فتحة العدسة هي F7.1 وسرعة الغالق هي 0.4 جزء من الثانية الصورة التالية هي F6.3 وسرعة الغالق هي ثلث أو واحد على ثلاثة جزء من الثانية الصورة التالية هي F4.5 وسرعة الغالق هي واحد على ستة جزء من الثانية F4 نفس الأمر تلاحظ سرعة الغالق هي واحد على ثماني جزء من الثانية F2.8 تلاحظوا أن سرعة الغالق صارت أسرع وهي واحد على ثلاثة عشر التالية هي F2.8 نفس الأمر سرعة الغالق عم بتزيد وهي واحد على خمستاشر جزء من الثانية F2 سرعة الغالق هي واحد على ثلاثين جزء من الثانية وF1.8 وسرعة الغالق واحد على أربعين جزء من الثانية فتلاحظوا العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة فكلما زادت فتحة العدسة كلما زادت سرعة الغالق أي أن الكاميرا سوف تصور بسرعة أعلى فمرأة أخرى أنصحكم أن تعيدوا الفيديو وتشاهدوا الأرقام وأيضا أنصح الجميع بتجربة هذا الأمر حتى تستطيعوا فهم تعبير أن هذه العدسة سريعة النقطة التالية هي ما هي أقل سرعة تستطيع أن تصور بها وتضمن بشكل كبير أن لا يكون اهتزاز بالصورة طبعا بدون استعمال حامل ثلاثي الكاميرا يعني عمليا أنت حامل الكاميرا بيديك وسوف تصور وتريد أن تعرف ما هي أقل سرعة ممكن أن تصور بها وأن تضمن أن لا يوجد اهتزاز بالصورة فعمليا هناك معادلة بسيطة جدا وهي أقل سرعة غالق تضمن أن لا يكون اهتزاز في الصورة هي واحد على البعد البؤري أي أو مثال لو كان البعد البؤري هو 50 ملة فصورة الغالق الأمثل يجب أن تكون مساوية أو أكبر من 1 على 50 ملة أي 1 على 50 جزء من الثانية طبعا هذه المعادلة ليست قاعدة ثابتة هذه الأرقام ممكن أن تختلف حسب نوع الكاميرا ونوع العدسة وأيضا قدرة المصور أو الشخص على تثبيت الكاميرا وتقليل الاهتزاز طبعا أي اهتزاز صغير ممكن يؤثر على حدة وجودة الصورة وأيضا وجود مقل الاهتزاز في العدسة ممكن يكون مساعد مرة أخرى هذه المعادلة متعارف عليها بين أغلب المصورين سوف أريك بعض الأمثلة لتوضح هذه الفكرة عندي هذه الصورة وقد صورت بوضع S في النايكون ووضع TV في الكنون أي أنني سوف أتحكم بسرعة الغالق والكاميرا سوف أتحكم بفتحة العدسة فعندي هذه الصورة فلاحظوا هنا أن السرعة الغالق هي 1 على 10 جزء من الثانية أو 10 جزء من الثانية فتلاحظوا أن الصورة جدا غير واضحة أيضا لاحظوا البعد البعري وهو 200 ملة دعنا ننتقل للصورة التالية لاحظوا أن سرعة الغالق هي 1 على 30 جزء من الثانية أي أنها أسرع ومرة أخرى البعد البعري هو 200 ملة أيضا الصورة غير واضحة الصورة التالية هي 1 على 60 جزء من الثانية 200 ملة أيضا تلاحظوا أن الصورة مزالت مهزوزة بعض الشيء الصورة التالية وهي 1 على 100 جزء من الثانية أيضا 200 ملة الصورة أفضل ولكن الحدة ليست كما أريد وليست قوية بالقدر الكافي الصورة التالية وهي 1 على 200 جزء من الثانية أيضا البعد البؤري 200 ملي الآن حدة الصورة جدا قوية وحتى تلاحظ الفرق سوف أريكل الفرق بين 1 على 200 جزء من الثانية و1 على 100 جزء من الثانية تلاحظ هنا المعلومات هي 1 على 200 جزء من الثانية وهنا في اليمين 1 على 100 جزء من الثانية دعني أقوم بعمل زوم أكبر تلاحظوا الألوان الأحرف كيف أن هناك بعض الاهتزاز وتلاحظوا هنا أن الخطوط أكثر حدة أفضل حدة مرة أخرى لاحظوا القطاع المعدنية هنا والقطاع المعدنية هنا وتلاحظوا الفرق نفس الأمر في الأسفل لاحظوا القطاع المعدنية هنا والقطاع المعدنية هنا طبعا الفرق ضئيل ولكن مرة أخرى هذه الفرقات ممكن تكون أكثر واضحة بتعلق بخبرة شخص في تثبيت الكاميرا وأيضا نوع العدسة كما ذكرت أنصح الجميع باستعمال هذه المعادلة لأن هذه المعادلة تضمن لك بالحصول على أفضل حدة وجودة للصورة النقطة الثالثة هي الحد الأدنى لمسافة تركيز أي ما هو أقل بعد بين الكاميرا والهدف حتى تستطيع الكاميرا عمل فوكوس أو تركيز على الهدف فعملين هذه المسافة تتعلق بنوع العدسة هناك بعض العدسات تنطيق أن تقترب من الهدف إلى حد 14 سانتي هناك عدسات المسافة يجب أن تكون على الأقل متر أو بعض العدسات يجب أن تكون ثلاثة أمتار فعملين هذا الأمر يختلف من عدسة العدسة وأيضا يتعلق بنوع العدسة ونوع الكاميرا هل هي فول فريم أو كرب فريم أول نقطة للتوضيح البعد بينك وبين الهدف هو لا يقاص من نهاية العدسة وإنما تقاص من بداية المستشعر حتى الهدف يعني أين يقع المستشعر في الكاميرا تبدأ قياس هذه المسافة يعني إذا كانت المسافة يجب أن تكون ثلاثين سانتي فعملين هذه المسافة تبدأ من بداية المستشعر حتى تصل إلى الهدف يجب أن تكون على الأقل ثلاثين سانتيمتر حتى تستطيع أن تقوم الكاميرا بالفوكس على الهدف أيضا نيكون أو كانون تقوم بوضع إشارة لتوضح أين يبدأ المستشعر في الكاميرا فعملين تلاحظوا هنا هذه في كاميرات نيكون تلاحظوا الإشارة الموجودة هنا وهي عبارة عن حلقة صغيرة وفي داخل الحلقة خط صغير مرة أخرى تلاحظوا الإشارة هنا فعملين هذه الإشارة تدل على مكان المستشعر فعملين قياس المسافة يبدأ من هذه النقطة نفس الأمر في كاميرات كانون تلاحظوا الإشارة هنا وهذه الإشارة تدل أن المستشعر موجود في هذه المنطقة فهذه نقطة للتوضيح وهي مهمة جدا أيضا نقطة مهمة في هذا الموضوع هي كيفية قياس هذه المسافة أو كيفية معرفة هذه المسافة بشكل عام كلما زاد البعد البؤري زادت المسافة التي يجب أن تكون بين الكاميرا والهدف حتى تستطيع الكاميرا بعمل فوكس يعني في بعد بؤري 18 ملي تحتاج إلى مسافة أقل من بعد بؤري 50 ملي أو 100 ملي أما مرتب مسافة بشكل دقيق فعمليا كل مصنع يقوم بنشر هذه المعلمات مع بيانات العدسة أما إذا أردتم أن تعرفوا بشكل محدد أنصحكم أن تذهبوا إلى موقع B&H سوف أضع الرابط في الأسفل فعند الذهاب إلى الموقع فأقوموا ببحث عن العدسة التي لم يكونها مثلا في هذه الحالة قم بالبحث عن تميرون 150 إلى 600 ملي ومن ثم في الأسفل سوف تجدوا كلمات كلمات specification أي مواصفات ومن ثم ابحثوا على minimum focus distance أي الحد الأدنى وتلاحظوا أن الحد الأدنى هو 2.7 متر أو 270 سنتي الرقم الموجود هنا هو بالقدم مثال آخر لاحظوا مثلا عندي هذه العدسة Canon 70 إلى 200 specification تلاحظوا أن البعد الأقل هو 1.2 متر أي 120 سنتي فتلاحظوا كلما قل البعد البعري قلت المسافة مثال آخر عندي عدسة توكينة من 11 إلى 16 ملي specification تلاحظوا أن البعد هو 30 سنتي مرة أخرى تلاحظوا كلما قل البعد البعري قلت المسافة بين الكاميرا والهدف حتى تستطيع الكاميرا بالفوكوس على الهدف هكذا وصلت إلى النهاية بتأمل تكون هذه المعلمات مفيدة وواضحة للجميع مرة أخرى نصحكم أن تقوموا بتجربة الأمور التي ذكرتها في الفيديو حتى تستطيعوا أن تتعرفوا على هذه النقاط بشكل أفضل ويكون الأمر واضح بشكل كامل أيضا أدعو الجميع لمشاركة هذا الفيديو تشجيع الأخرين على الاشتراك في قناتي وصفحتي في الفيسبوك أيضا إذا أي شخص عندي السؤال بتعلق في هذا الفيديو أو أي موضوع يتعلق في التصوير ممكن يدرك تعليق في أسفل الفيديو أو يرسلني على صفحتي في الفيسبوك في النهاية بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد